أكدت نيفين القباج وزيرة تضامن الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أكدت أن حملة أنت أقوى من المخدرات تم ترجمتها لخمس لغات أجنبية وشاهدها 165 مليون مشاهد خلال الخمس سنوات الماضية وخلال الحفل الذي نظمه الصندوق لإطلاق نسخة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات أوضحت القباج أن المشاركة التطوعية من النجم الدولي محمد صلاح في المرحلة الجديدة من الحملة تم الإعداد لتنفيذها على مستوى الفكرة الإبداعية وتطوير وتنفيذ المحتوى على مدار الشهرين الماضيين مشيرة إلى أن التأثير المجتمعي الكبير للحملة يصاحبها تحديات كثيرة حيث ساهمت الحملة في زيادة الطلب على العلاج أربعة أضعاف بيعرف أكتر عن الصندوق واحد نمرة اثنين لما بيكلمنا إحنا بنقدر نستوعبه تماما بنروح له لحد عنده بيطور فكر كمين من لم يتعاطى بيحذر بيحذرهم بيطور متطوعين أكتر وصلنا إلى 32 ألف متطوع إحنا دايما بنشوف أثر حملاتنا من خلال المشاهدات التلفزيونية من خلال التردد على صفحة الفيسبوك بتاعت السندوق أو بتاعت الوزارة من خلال التفاعل مع الحملة أكتر من 70% من طلبة المدارس السنوي بيستقوا معلوماتهم عن مشكلة المخدرات من الوسائل الإعلامية المختلفة نهاردة احنا بنطلق حملة جديدة بمشاركة تطوعية من كابتن مصر الكابتن محمد صلاح والنجم الدولي المعروف في كرة القدم الحقيقة يعني هو مش أول مرة يشارك معنا في هذه الحملة هو بيشارك من 2015 هو سفير ومتطوع بالسندوق من ما يقرب من سبع سنوات نحنا شايفين مجهود كبير السندوق بيقوم به خلال الفترة اللي فاتت من خلال برامج مختلفة بينزلوا لمدارس بينزلوا للجامعات بينزلوا للكرة الأكثر احتياجا بيعملوا توعية كبيرة جدا من خلال الحملة الإعلامية اللي بيعملوها على مواقع التواصل الاجتماعي أو في التلفزيون الغرض منها أن احنا فعلا عايزين نحمي أولادنا أن احنا نقول لهم لا ما فيش حاجة اسمها مخدرات المادي هتساوي سمعة العيلة وانت في طريقة وحياتك أن انت هتضر ضرر كبير جدا طب لو الناس اللي أكبرت على الموضوع ده إزاي نقدر نوجد لهم الحلول منشوف مراكز عزيمة اللي موجودة في 27 محافظة الإمكانيات اللي موجودة ومتوفرة في المركز بننزل إحنا دورنا البرلماني نشوف هل فعلا المراكز دي بيتقوم بدورها على أكمل وجه ولا ترجمة نانسي قنقر